اجتماع استثنائي لقيادات الدولة برئاسة الرئيس هادي اجتماع ضم نائب الرئيس الفريق الرقن علي محسن ورئيس مجلس النواب سلطان البركاني ورئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري ووزير الدفاع الفريق الرقن محمد المقدشي الاجتماع الذي تأخر انعقاده رغم كل التعقيدات على الأرض وقف أمام تداعيات التمرد المسلح الذي شهدته العاصمة المؤقتة عدن وثمن الجهود التي تقودها المملكة العربية السعودية لإنهاء حالة التمرد الانفصالي وإعادة الأمور إلى نصابها مؤكدا استمراره في متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الأشقاء في المملكة لإنهاء التمرد من خلال انسحاب الماليشيات المتمردة من كل المؤسسات والمواقع والمعسكرات وعودة القوات الشرعية إلى مواقعها في عدن وعودة الحكومة وكل المؤسسات للعمل من داخلها لخدمة المواطن اليمني رئيس الجمهورية وجه الحكومة بالانعقاد الدائم للتعاطي مع تداعيات التمرد وإفشال كل ما من شأنه حرف البوصلة عن مواجهات التهديد الأساسي الإيراني المتمثل بمليشيات الحوثي والعمل على مضاعفة الجهود للتخفيف من معاناة الشعب فيما دعا الاجتماع كافة القوى السياسية والفعاليات الوطنية وممثليهم في المؤسسة التشريعية للقيام بمسؤولياتهم التاريخية في الحفاظ على كافة الثوابت الوطنية لم تتأخر تعليقات السياسيين والناشطين على الاجتماع كثيرا ومع تدور خبر الاجتماع ومخرجاته بعد نشرها في وكالة سبا بدأ أن هناك إجماعا على أن كل الاجتماعات والمخرجات تبقى معلقة بالإجراءات والتحركات فالاستجابة لميليشيا عدن أو التأخر في التعامل معها تقوية لميليشيا صنعاء وإسناد لحججها وانعقاد اجتماعات قيادات الدولة خارج أرض المعركة غياب يعزز حضور الملشنة وكل تأخير وانتظار تحت أي مسمى ذهبت نتائجه فيما مضى لصالح الميليشيا في صنعاء ولن يختلف الحال عن ذلك في عدن وتلك حال لم يعد يحتملها اليمن وانتظار تح misconceptions